رعت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت عقدة تنفيدي وتوميل 11 مشروعا بمنهجية وآلية النقد مقابل العمل الممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبإشراف مكتب وزارة التخطيط بساحل حضرموت وقضت الاتفاقية التي وقعها المدير العام لمكتب التخطيط بساحل حضرموت ومدير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلة قضت بتوميل 11 مشروعا بآلية النقد مقابل العمل في مدريات الضليعة ودوعا والقطن وغير بن يمين والريدة وقصيعر والشحر وحجر ويبعث في القطاع الزراعي تتركز في تأهيل وصيانة قنوات الري وحماية المنازل وصصلاح الأراضي الزراعية وتأهيل العيون وتحسين الأراضي والطرق بتكلفة إجمالية تجاوزت المليون وثمانمائة وسبعة وثمانين ألف دولار أمريكي